دعا البطاركة ورأساء الكنائس في القدس في رسالة موجهة إلى رعاياهم للوقوف بقوة في هذا الوقت العصيب وناشدوهم التركيز على الصلاة والعبادة وتجنبي أي أنشطة احتفالية غير ضرورية وجاء في رسالتهم نحن مدركون أننا نعيش واحدة من أفضع الكوارث الإنسانية في أرض الميلاد وقد أدى عنف الحرب إلى معاناة لا يمكن تصورها لملايين الأشخاص في أرضنا المقدسة حيث تسببت فضائع الحرب بالبؤس والحزن لعائلات لا تحصى في منطقتنا مستدعية صرخات سطعاتف مؤلمة من جميع أنحاء الأرض بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في وقع هذه الظروف الصعبة ويستذكر البطاركة في رسالتهم جميع الأعمال العنيفة دعينا شعوب الأرض إلى البحث عن نعم الله لنتمكن من التعلم كيف نسلك معا في سبل العدل والرحمة والسلام كما دعوا جميع الذين لديهم إرادة صالحة إلى العمل من أجل إغاثة المظلومين والسعي نحو سلام عادل ودائم في الأراضي المقدسة التي تحظى بمكانة خاصة لدى الديانات الثلاث